بعبارة الموت تجاوز الغرقى نفق الحياة المتعبة في عراق اليوم إلى حيث صاروا أرقاماً في فاتورة ضحايا الموصل إحدى أكبر نكبات العراق الحديث لم تكن أرواح ضحايا الفاجعة في نهر دجلة إلا لتكشف وهي تزهق عن وجوه مقنعة وأياد متغولة تسطوع للمدينة فأحالتها بمشهدها الراهن أنموذجاً لبطش الآلة العسكرية الحكومية ومثالاً للفساد المالي والإداري في العراق تعددت المناشدات قبل الفاجعة من نواب ومواطنين في الموصل من هول ما تصنع الميليشيات بالمدينة قتلاً واعتقالاً وتعذيباً حتى وصلت إلى قوت الناس فافتتحت مكاتب اقتصادية واستثمرت مشاريع تدر عليها الملايين كان أبرزها مشروع الجزيرة الذي فقد فيه العشرات أرواحهم وسط صمت حكومي مريب النعبة عن محافظة نينوى إخلاص الدليم قالت إن ميليشيا العصائب متورطة في الفاجعة التي تسببت بوفاة نحو 120 شخصاً غرقاً مضيفة أن القادة الأمنيين في الموصل أقروا بعدم القدرة على محاسبة المسؤولين عن غرق العبارة لأن ميليشيا العصائب تمتلك جزءاً من مشروع الجزيرة السياحية بموجب عقد رسمي وبذلك العقد لم تستطع الحكومة سوى الإفاقة من سباة التصريحات فقالت إنها بصدد إعادة ترتيب الأوراق في نينوى لكن تلك الترتيبات لا يبدو أن بإمكانها الوصول إلى المتهم الحقيقي مع تأكيد ميليشيا العصائب على لسان نائبها في البرلمان نعيم العبودي بأنه ما من نص قانوني يمنع العصائب من الاستثمار في نينوى ليقلل العبودي من حجم الفاجعة بالقول إن مشكلات محافظة نينوى لا يمكن اختزالها في فاجعة العبارة وذلك بحد ذاته يحيل إلى صورة أخرى قبل أكثر من عام عندما احتفلت الحكومة بما قالت إنه انتصار بالموصل كلف أربعين ألف قتيل وفق صحيفة الانتبينتد البريطانية الذين لم تنتشل حتى الآن جثتهم ودمر ثانية أكبر مدينة في العراق